أنا دائماً عايزين نتبنى مفهوم الدرويش المعلم الذي يعلمنا رقة القلب وعلمنا التعلق بالله وعلمنا الافتقار وعلمنا الانكسار فمالت منهم الأعناق ميلاً لأن قلوبهم ملئت غرامة هو ده اللي احنا عايزين نتعلمه من هؤلاء الناس هؤلاء الناس اللي لما يسمعوا اللي يسمعوا كلام عن حضرة النبي فيتهيموا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما ليش غير حضرة النبي ويجمال حضرة النبي كل هؤلاء الناس هم في الحقيقة هم من أفضل من يمكن أن يطلق عليهم درويش وأنا دائماً كنت أقول تظل الأمهات في عصرنا كانوا مصدر من مصادر النور في قلوب الأولاد وهما بيدعو لهم لدرجة الناس وهما بيقولوا عبارات زي احنا عايشين بدعو الوالدين أصح لأن احنا من أهل الله وبنصدق في دعا للوالدين صحيح ونعم بالله يعني من كلام حضرتك أنه إما أن نكون نحن جميعاً درويش أو أن كل منا لديه درويش في قلبه يبحث في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى صحيح احنا يعني إذا كانت درويش بمعنى الفقير فيأتي أوقات يحس بها الإنسان أنه زاب خجلاً من الله أو زاب خجلاً من أن الله سبحانه وتعالى وهو يسيء الأدب يتعامل معه بالتقصير ويبقى رمضان ويبقى مثل هذه النفحات تؤكد لنا معنى أساسي أن الإقبال على الله لا يحتاج إلى طريق طويل لنقطعه ولكن يحتاجه لحجاب عن قلبك ترفعه فإذا رفعت الحجاب وجدت الله أمامك ونعم بالله دكتور عمر ختاماً من درويشك؟ بخ قال أني درويشي الحقيقي واللي بيأخذني إلى الله هو أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن هذا هو النور اللي بيأخذني أنا وشيوخي بسلسلة الطريق كلها إلى حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونعم بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أنا إلا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد ولما وصل إلى علياء الفخر الله سبحانه وتعالى قال سبحانه الذي أسر بعبده إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيظل يقول لنا لكي يختم على قلوبنا من أراد أن يذهب إلى رب العالمين فليسير خلف أكمل مسكين اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً وحشوني في زمرة المساكين الله يفتح عليك يا دكتور عمر نورتنا خطوة عزيزة كل سنة وحضرتك طيب وبخير وربنا يديم علمك وفضلك ويديم عليك فضله إن شاء الله بإذن الله نورت الدنيا نوركم وبركاتكم الله يخليك ضيفي الكريم دكتور عمر الوارداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية كنا مع حضرتكم في طريق من الطرق إلى الله وتعددت المسالك والقبلة واحدة نتوجه جميعاً إلى الله سبحانه وتعالى بالتقرب وإن شاء الله يقبل الله مننا من ذكر إلى ذكر ومن متح إلى متح في الطريق إلى الله من مملكة الدرويش